سلطنة عمان بموقعها الجغرافي الفريد جعلها تتمتع بتنوع أحيائي متفرد في شبه الجزيرة العربية هنا في الحصاد السنوي لهيئة البيئة 168 مشروعا بيئيا تم تنفيذها خلال العام الماضي مشاريع جميعها تبرز الجهود الوطنية لصون البيئة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة العديد من المشاريع تنفيذية البيئية نفذت في مختلف المجالات البيئية بدلا ببنك الجينات ومرورا كذلك بمسح البيئة البحرية لضمان خلوها من الملوثات الصناعية ومتبقيات الميكرو بلاسك كذلك المسوحات البيئية لتنوع الحيوي النباتي والحيواني كذلك المسوحات في محافظ ظهار للغطاء النباتي من إجمال مساحة اليابسة وحقيقة العديد من المشاريع في مجالات التحول الرقمي وكذلك في تمكين الرقابة والتفتيش البيئي الحصاد استعرض مشاريع ومبادرات التنوع الأحيائي حيث تم إطلاق العديد من مشاريع الحماية وصون الموارد الطبيعية واستدامتها لإنقاذ وتأهيل الحياة الفطرية بمختلف أنواعها ومشاريع لإكثارها في البيئة المحلية ركزنا كثيرا على أهم نجاحات هيئة البيئة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث عبر أهم ثمان مشاريع استراتيجية ووطنية كانت حقيقة مرتبطة برؤية عمان 2040 وأهدافها ومستهدفاتها وكذلك أيضا ركزنا أيضا كانت هذه المشاريع متوافقة مع استراتيجية عمان البيئة وهي استراتيجية القطاع البيئي في السلطنة شمل الحصاد قملة من المشاريع والمبادرات التي تنوعت ما بين مسوحات الحياة البرية ومسوحات الكائنات البحرية بالإضافة إلى برامج رصد الملوثات في البيئات البحرية وخلصت هذا المشاريع بنتائج عملية يمكن الاستفادة منها في إيقادة الحلول المستقبلية لإستدامة البيئة العمانية المؤتمر الصحفي الذي صاحب الحصاد السنوي أشار إلى أن عدد المخالفات البيئية مقارنة بعدد السكان يعد ضئيلا جدا ما يعكس مدى الوعي المجتمعي بأهمية صون البيئة كما أشارت الأرقام إلى جهود البيئة في مكافحة الطيور الغازية حيث تم القضاء على قرابة نصف مليون طائر غازي مع نهاية العام الماضي جهود تبذل تدل على أن البيئة العمانية في أيد أمينة أرقام وأحصاءات وحقائق كشفتها هيئة البيئة في حصادها السنوي في دلالة واضحة على جهودها الحثيثة في صون البيئة العمانية والتي تحظى بإشادة محلية ودولية محمد بن ناصر الخليلي محافظة مسقط